مرحبا برج الميزان اهلا بكم في قراءتكم برج الميزان حياتك العملية رح تتغير بسرعة جدا وفي وقت حتى صعب على الاخرين الاخرين بيكونون يمرون بازمة في ازمة في السوق في ازمة عند الناس بسبب يهني موت او رحيل او انتهاء كأنما حتى الشركة لو كانت شركة بيكون مثلا انهاء عقود مفاجئ او شخص معين رئيس مدير في العمل تاجر كبير ينتقل او ينهي عمله او يتوفل سمح الله بشكل جدا مفاجئ لانه عندنا هاي الرأس الكبير كأنما هو كان عيقك في الفترة السابقة عشان توصل للامنية اللي تبيها لانه ماسك السوق هو مترأس محتكر شيء انت تحتاجه انت تبغيه فهذا الشخص رح يكون فيه فيه اشخاص قاعدين يحزنون عليك لانه رح يرحل او لانه يتوفى مثل ما قلت لكم الاحتمالات ولكن عندي طاقة انه هو سيرحل سيبتعد عن الجو فيما اثناء الاشخاص ينشغلون في الحزن عليه وكل واحد يفكر شنو بتكون ردة فعله كل واحد يفكر يعني توهمهني في مرحلة العزاء انت محتاج منحين من ان الامنية قادمة في طريقك ورح تطرق الباب فجأة وما عندك وقت وايد يكون تجهز نفسك عشانها يعني مثلا يوصلك خبر بين يوم الليلة انه في فرصة عمل كذا كذا وانفتح المجال الى منصب كأنما هذا حبت المجال ما راح ينفتح انا فيه اشخاص هني قاعدين يعالجون للخبر المفاجئ وهني فيه صدمة قبل حتى ما ينفتح المنصب وصير فيه خبر عنه انه فتحت هذه الفرصة وتوفرت انت لازم تكون مجهز الدواء قبل الفلعة مجهز الدواء قبل المرض تتحرك على الموضوع قبل ما حتى يصير انه انت داخل هذا الشهر بطاقة نارية طاقة النار دائما تقول لك تحرك تحرك حتى لو ما اعلنه تحرك حتى لو ما وصلك خبر انت انبش انت هني في طاقة ملكة النار طاقة ملكة النار ما تنتظر احد يعطيها تعليمات هي تقوم بالامر هذه ايضا ملكة تؤمن ان اذا نريد ان ننجز ان ننجز اهدافنا علينا ان لازم الكنترول يكون عندنا لازم احنا نسويه بنفسنا ما نرسل احد ما نثق باحد ما نطرش احد احنا نسوي الشي هذا فتشوف الامنية قادمة في طريقك زين الشي اللي تتمنى قاعد اشوف كأنما في فرصة كبيرة برج الميزان ان انت تأخذ مكان هذا الشخص هذا الشخص ملك النار حاليا ماسك السوق ماسك منصب كبير ماسك شدي رأس عائلة ماسك شي يخوله انه يملك البرستيج مكان الاجتماعي وايضا كل الاموال عشان شدي حزنانين عليه هاي الاشخاص اذا بيرحل او اذا بينهون عقد عمله بيحزنون عليه لانه هنا فيه اشخاص كان يعتبرون حزبة هذين 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 مجموعته جماعته جماعته يحزنون عليه ويقيمون عليه العزاء مو شرط مات لا يمكن ام انهوا عقد عمله فانت ما عندك وقت انت على طول على قولتهم تلتق في الفرصة وتدخل فيها لان شوف هني تقدر تأسس لنفسك هذا الكارت يقولك تخصص على نفسك خلال هاي الشهر هذا الشخص للامانة عشان يوصل لهذا المكانة ملك النار اللي عندنا هني مشه في مشوار جدا طويل اشوف سنة جدا كبير ابتدى صغير في السن وهذا طاقة برج القوس وحين وصل الى مكان جدا عالي منصب جدا كبير على قولتهم منصبة او الفرصة اللي بيدة او الشي اللي هو ممسك لنا شي جدا دسم دسم يخولك سلطة مو بس اموال اموال السلطة اموال حكم فيها لان عندنا ملك وملكة اموال حكم اموال الرئاسة رئاسة شي معين ان انت مثلا تصير تمسك خط مهم في التوريط خط مهم في التصدير خط مهم في منصب معين انزيل فهني يقول لك في هذا الكارت ان انت لحد الان عزيزي برج الميسان لحد الان مقارنة بهالشخص يبيلك وقت طويل لما نتكلم عن الوقت والنفس الطويل نشوف كارت التمبرانس برج القوس يبيلك وقت طويل عشان تصل لهذا الشخص ولكن اذا التقط هذا الفرصة حتى قبل ان يتم الاعلان عنها رح تختصر على نفسك وقت ومجهود كبير رح تكون تعرفون مثلا شنو نشوف بعض الرؤساء يصلون الى الحكم وهما مثلا في السبعين في الستين في الثمانين وبعض الرؤساء يصلونهم في نهاية العشرينات أو الثلاثينات شنو الفرق هذا توفرت له ساعدة الظروف بشكل اكبر ففي مساعدة في دفعة قوية رح تحصلها بداية هاي الشهر رح تعرف ويأتيك خبر عن رحيل عن انتهاء رئاسة عن في شخص هني انه راح يبتعد او يرحل محتاج انه يكون على قولتهم تقسي قلبك وعلى طول تلتقط الفرصة لان الفرصة كأنه ما شوف وجود هني خمسة وخمسة اكواب الفرصة اذا انت ما امسكت فيها بسرعة وبقيادة وحتى بتسلط دائما المرأة هاي الملكة متسلطة اذا ما امسكت فيها بتسلط رح يقتسمون الكيكة يقتسمون الشي هذا هؤلاء الجماعة عندنا تقريبا خمس اشخاص رح يتقاسمونها من بينهم ولا يعطونك ما لك حصة فيها يا اما انك تاخذ الشي حق نفسك يا اما اذا وقعت في طاقة الخجل والاستحياء والخوف والتردد رح يتشوف انهم اذا قاسمونها على طول بعد هذا الحزن اللي صاير عندهم او الخسارة عندك فرصة انا احتيكم امثلة وايد عشان تصل للطاقة او الافكار لأكبر عدد من المشاهدين عندنا هنا مثلا حتى لو كنت انت في الشركة سيتم مثلا انتهاء عقد او تقاعد هذا الشخص هذا المدير الكبير فهنين فيه تحت العديد من المرشحين الجيدين للامانة وايضا الكثير من الاشخاص اللي يعتبرون انه سيمسكون الدفة من بعده المنصد من بعده ولكن انت على صغر سنك انت على قلة حتى خبرتك ولكن تستطيع ان تلتقد الفرصة لوحدك لنفسك زين ما تكون مقتسمة مع اي شخص ثاني هذا اللي اريد انا بك عليه في الحب هلا قرب لكم الصورة عندنا هنا في العاطفة ما هي الامية اللي راح تتحقق من اجلك عزيزي برج الميزان حتى في العاطفة تبتدي هذا الشهر ايضا بطاقة نارية طاقة النار تمشي معاك جدا هذا الشهر هي طاقة التحرك طاقة اخذ القيادة طاقة المبادرة طاقة الفعل اكشن ورا اكشن ما فيها تفكير وايد ما فيها تردد وايد انزين عندنا شخص هنا شريكك يا برج الميزان خصوصا اذا كان هوائي او ناري بالذات هذين البرجين اوضح شي طالعين عندي في الطاقة راح يصير جدا مستعد ان يخرج من حياته الاطراف الخارجية سواء طرف ثالث سواء ان هو كان في السابق كثير الاستماع لاصحابه لاصدقاءه لأهله فهني راح تكون الالاقة حصرية في المستقبل بارادته وبرغبته يريد ان تكون العلاقة بينكم اقوى فرح يخرج من الصورة اغلب الاشخاص اللي كانوا يضايقونك لفترة من الفترات اذا يريد شي حصري لما اقولك شي حصري لا تنزهني عندنا السيف الاول سيف الاول نتكلم عن شخص يريد ان يأخذ العلاقة الى المستوى يعني مثلا لو كنت فقط في علاقة عادية او في علاقة التعارف راح تشوفها في الفترة القادمة عند خطط هذا الشخص رقم 6 هو دائما رقم التخطيط للأمانة في السابق اشوف نعم في السابق كانت طاقة الاشخاص المحيطين في شريككم تؤثر على صنع القرار نعم ولكن لا في المستقبل هذين الاشخاص المتلاعبين لعندهم طاقة الساحر الساحر ممكن يكون دجال بس مشهر طاقة التلاعب هي طاقة شوفوا العلاقة اشوفها سابقا نتكلم عن طاقة الماضي تأثرت او ضعفت بينكم عشان شذيه هني بترجع بقوة خلال هالشهر وما بعده نشوفها ضعفت بسبب ان فيه اشخاص هني فيه واسطة يعني احسك في السابق التواصل بينك وبين الشريك ما كان بشكل مباشر عشان شذيه نشوف انه عندنا هني بينكم سيف السيف هو الشخص اللي يعتبر نفسه انه هو حلقة الوصل او الاتصال بينك وبين الشريك ففي المستقبل الطاقة جدا تشجعك انه تخلي الشيء جدا حصري اذا عندك اي كلام اتكلم فيه الشريك بشكل مباشر اي كلام لا يطلع منك الى الاشخاص الثانيين لانه كما هو كأنما بتدى يحس انه فيه اشخاص قاعدين يعطونه عنك انت فكرة غلط هو اخذ عنك فكرة غلط وانت ايضا اخذ عنه انطباع خاطئ هذا الشخص هو حس انت ايضا محتاج انه حتى لو عندك رأي بخصوص اي شيء لانه عندك اشخاص هني تعرفون اللي يسمونه يصنع السلصال او يشكل السلصال الفخار فهني عندكم شخص يأخذ الكلام ويحرفه ويحرفه جدا بشكل كبير او انت تقول كلام يو برج الميزان بطيب هو يغير بشكل كبير يخليك انت تظهر بمظهر بشع امام الاخرين فهني النصيحة امامك انه عندكم شريك رح يعطيك انت دفة التحكم لما نشوف التحكم هني عندنا ايضا طاقة نارية طاقة الغصن الاول هذا يقول ان الشريك رح يعطيك انت الشعلة شفتوا في الاولمبياد لما احد يعطي احد الشعلة يكون هو حامل هذا ايضا احتمال كبير للاشخاص اللي حاولون الحمل هذا احتمال هني ان الفترة القادمة رح تكون خصوبتكم مرتفعة اذا تريدون او ما تريدون خذوا هذا الكلام بعين الاعتبار فهني عندكم شخص رح يعطيكم انتو دفة التحكم فكونوا حذرين هل تاخذون دفة التحكم مثل هنا طاقة العملية تاخذونها لانفسكم ولا تاخذونها تروحون تعطونها بعد اشخاص لو حتى مو من جانب الشريك يكونوا من جانبكم انتو مو اهلي يكونون اهلك الطاقة ثنتين هم مو من مصلحتك برد الميزان لانا عندنا هني اربعة الاكواب تشوفوا في تلويف عندكم في البيئة انتو اللي قاعدة اتشوفه انتو وشريكك جدا قلوبكم صافية وقلوبكم عند بعضها ولكن البيئة مالتكم جدا سيئة فيها تلويف هني قلت لكم تحريف الكرام هني فيها تلويف يمكن شي خاص السمعة اشوف ايضا من احد الكلام اللي وصل شريك عنك برد الميزان انت انسان غير جاد ان انت انسان لا ترغب بالارتباط لا ترغب بالحب او طلباتك هني ايضا طلباتك غير معقولة وصلوا له كلام بطريقة ان انت تبالغ في طلباتك تبالغ في توقعاتك فصار عنده في السابق تخوف ولكن هاي الفترة يرغب في ان يحل معاك الموضوع بشكل مباشر فمو بعد ما يأتيك وكلمك انت مباشرة انت تروح ترد غلط تدخل وسيط بينكم اي وسيط من جانبك او من جانبه اتجنب ان يكون في الوقت القادم اي احد بينكم في الحلقة فقط انت وهو انزل انا عندكم شخص اذا احسنتوا التحكم بالعلاقة رح يكون جدا سهل لما قلت لكم صلصان هو بعد رح يكون في يدكم مثل العجينة اتشكلونها على ما تحبون في الفترة القادمة اشوف مثلا حتى لو انت متزوجين قاعدة اتيني صورة انه بيكون الشريك عنده استعداد اكثر انه يستقل بحياته معاكم يقول لكم مثلا خلا نطلع كسكن خاص خلا نسكن بعيد خلا نبتعد عن هذين الاشخاص فانت مبادرة محتاج تاخذها بسرعة لا تتردد اي تردد خلال هاي الشهر طاق مشتركة عندك اي تردد في الجانب العملي او الجانب العاطفي راح تشوفه ياخرك عن الاهداف او ياخرك عن رغباتك او يأتيك بشكل مو ايجامي خلا نشوفه حين طاقة المنفصلين شنو اغلب الابراج اللي راح يكون في بينهم وبينكم رجوع خلا نشوفه هني الدلو وهني ايضا عندنا كارت المجيشن الساحر ايضا برج الدلو الطاقة الهوائية والطاقة النارية جدا راح تمشي معاكم احس اذا قوس او حمل احتمال الرجوع جدا قوي في الفترة القادمة هنا شوفه شوفوا الكارتات اغلب القراءات الابراج 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 الترابية فيها خلال شهر فبراير نادرا ما طلعت معاي ان راح يكون في بينها رجوع هذا شهر فبراير اللي لاحظت اكثر الرجوع اصير مع الابراج الهوائية والابراج النارية قليل عند الابراج المائية والابراج الترابية الابراج الترابية هناك انه ما يحاولون اذا شريكم برج الترابي كانه قاعد يحاول يعلقكم قاعد يحاول ما يخسركم بس في نفس الوقت ما يخسر الشيء اللي عنده العلاقة اللي عنده الحرية اللي يملكها عرفتوا قاعد يحاول يلعب على الحبلين ولكن إذا برج ميزان دلو جوزاء رح يكون جدا صادق وجاد في الرجوع في الفترة القادمة هذا كرت الكوب الأول هذا كرت الاعتذار هنا أيضا قاعد أشوف طاقة السرطان ليش محود أو عقرب؟ أنا كقارئة لازم أحس هذا الكرت يخص أي برج بالضبط شوفوا وهذا يؤكد على طاقة الأبراج الترابية الكرتين اللي تبع الأبراج الترابية اللي طلعوا يبينون لي إنه لا شريككم حتى لو وعدكم شوفوا بيكون في وعد بيكون في كلام احتمال ولكن ما يقدر ينفذه خلال شهر فبراير الأبراج الترابية ولكن اللي جدا جاهزين في الرجوع الأبراج النارية الأبراج الهوائية لأنه هنا على طول قدم لكم شي جديد بداية جديدة رحلة جديدة فيها وايد الكثير من الابتعاد عن جميع الأسباب اللي في السابق خربت العلاقة وجميع أيضا الأشخاص اللي في السابق أثروا على العلاقة فيها أيضا قاعد أشوف كأنما الشريك هني يتخلص من أشي كثيرة متراكمة متكدسة عنده في الماضي فيه حبال حبال لما أشوف رقم الستة أشخاص قاعدين يسحبون في الماضي يؤخرون عن الرجوع فيه هنا تأخير أكثر التأخير رح يكون مع الأبراج الترابية وخلا نشوف النصيحة النصيحة إلى برج الميزان خلال هاي الشهر برج الميزان شوفوا في الفترة القادمة لما أشوف هذا الكارت أحس إنه وايد ضروري إن تكونون في حالة هدوء وتأمل لأن في وقت الهدوء حتى وقت الهدوء لما تكونوا واعين منايمين رح تأتيكم رسائل تلاحظون أشياء غريبة تلاحظون أشياء تعطيكم على قولتهم رسائل ومؤشرات إلى شنو راح يصير تعرفون هذا طاقة التنبؤ رح تكون قوية عندكم وقت الاستيقاظ خصوصا إذا وصلت نوع تشوفوا طاقة الأزرق لون الأزرق يبين لي إنه وصلت نوع من التوازن مو فقط تستيقظون من النوم تحرصون تدأبون على إن مثلا تسمعون أغاني موسيقى تحدئكم وتدخلون في حالة تأمل وأثناء الليل وهو الأقوى الجانب الأقوى الطاقة الأقوى خلال هاي الشهر رح تحلمون بالكثير من الأحلام اللي لها تفسيرات كأنما تعرفون في طالب يدخل الامتحان يضطر يعتمد على نفسه ومعرفته بشكل كامل أنتوا لا أنتوا الفترة القادمة رح تدخلون الامتحان تأتيكم الحياة ولكن تغششكم أثناء النوم رح يكون في أحلامكم حاولوا تركزون قبل ما تنامون تظلون امركزين امركزين النية قبل النوم أنتوا تركزون لأن في الحلم رح تشوفون الكثير من الصور من الدلالات من الأشخاص شوفوا اللي أريد أيضا أنبهكم عليه الحلم رح يأتيكم يعطيكم مثلا دلالة تشوف مثلا في الحلم أن صديقك المقرب يسوي لك شيء يضرك في الحقيقة مو صديقك المقرب وهو اللي يريد يضرك لا رح يكون دلالة على الشخص شخص ثاني الله سبحانه وتعالى رح يمنع عنك يحجب عنك جزء من الحقيقة لأن هذه طاقة القمر القمر نعم يحجب جزء ويراوي منه جزء الدلالات رح تكون واضحة ثقفة في الرسالات إنه مثلا في اليوم الفلاني في شخص كذا كذا رح يسوي كذا كذا واستعمل المعلومة لمصلحتك مصلحتك حطى أولا خلال هاي الشهر ولكن لا تفسر الأحلام بحذافيرها لما تشوف مثلا أختك أخيك في الحلم أو أحد الأهل إنه يريدون أن يعملون فيك كذا كذا أو قاعدين يقولون من وراء ظهرك كذا كذا تصدق إنه هو هذا الشخص لا في بعض المعلومات رح تكون كأنما محجوبة مشفرة شفتوا التشفير في الإنترنت مشفرة مرفوعة عنك ولكن وجود الشخص قاعد يحاول يسويلك هاي الأذية أو هاي الفرصة رح تأتيك الفرصة بتأتي بس كأنما هويات الأشخاص في الفترة القادمة هي اللي راح تظل عندك في طاقة القمر طاقة الغموض فكون ذكي في تفسير الحلم إن هذا الحلم يدل على إنه مثلا أحد رح يتوفى إن هذا الحلم يدل إنه بتأتيني هدية كذا كذا شكلها عن طريق كذا كذا شخص ولكن هويات الأشخاص المعلومات الخاصة اللي برايفسي مالهم راح يكون محفوظ